بسم الله الرحمن الرحيم وبينستعين اليوم بنستكمل خصائص المائع والنهاردة هنتكلم على خاصية مهمة جدا اللي هي خاصية اللزوجة اللي هي الفيزيكوستي يبقى كلامنا النهاردة على خاصية الفيزيكوستي الفيزيكوستي تظهر تأثيرها في حالة إذا تحركت طبقات الفيليون وبالتالي بنقول أن اللزوجة هي الممنعة يبقى بنقول which determines التي تحدد مقدار مقاومته للsheer force أو بنقول which offers the motion of fluid layer الممنعة تعطرت حركات طبقات الماء وهذا بيكون نتيجة الcombined effect of the molecular activities and the cohesion force اللي هي interactions between molecules وبتتأثر الفيزيكوستي بالtemperature تأثر تأثر جامد بالtemperature الفيزيكوستي خاصية من الخواص المهمة جدا زي ما شفنا بتحدد مقدار مقاومة السائل أو الطبقات السائل للsheer force أول واحد لاحظ هذه الملحوظة هو نيوتن واستنتج لنا نيوتن اللي هو أو فيزيكوستي نيوتن جاب بليت ثابت زي ما احنا شايفين فيكسب بليت وهو وبليت متحرك وحط بينهم طبقة من المائع اللي احنا شايفينها باللون ده هذه طبقة المائع اللي هو ده وبدأ يجذب البليت يحركوا بسرعة يو يبقى أنا عندي في بليت السرعة بتاعته صفر وبليت بيتحرك بسرعة يو طبعا احنا نكبرين هذه الطبقة للإضاحة فالديريكشن العمودي عليها واتجاه واي لاحظ إيه دايما أما أنا بجذب بقوة ف وأسمها على الاريا بيدين shear stress تاو يبقى تاو تساو الفرص على الاريا لقى أنه طبقات الفليوت زي ما تكلمنا قبل كده عند الجدار السرعة صفر بيبتدي السرعة تزداد 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 لحد لما تصل إلى السرعة بتاعت البليت المتحرك يعني بيحصل deformation بيحدث deformations لطبقات الفليوت نتيجة وجود الفيزيكوس فإذا كان سمك الطبقة اللي موجودة عندنا دلتا وي لاحظ دايما أنه عندي فيه تناسب بين الشير stress و du by dy لاحظ دايما أنه فيه علاقة بينهم تناسب تردي بين هاتين الكمية فقال أنا لو عندي فليوت البليت عندي السرعة zero وبيتحرك عندي بليت سرعة u لقينا أنه فيه تناسب بيحدث deformation زي ما قلنا بمقدار أنجل اللي قدامنا لاحظ أنه فيه علاقة زي ما قلنا تاو بيتناسب مع du by dy لو أنا شلت علامة التناسب بحصل على قانون مهم جدا 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 قانون نيوتن للفيزيكوستي قانون نيوتن الفيزيكوستي بيربط بين الشير ستريس تاو وده واحدة نيوتن على متر سكوير الميول كوفيشان توفيزيكوستي أو الفيزيكوستي أو بنطق على ديناميك فيزيكوستي du by dy اللي هي بنسميها الشير rate أو rate strain أو بنسميها velocity gradient أو بنسميها rate of angular deformation وبالتالي بتكون هذا القانون من القوانين الهمة جدا جدا بالنسبة لنا في حالة السريان اللامينار بيكون التاو تساو الميو في du by dy وهذا القانون يفضل معك كده على طول ومنه بعد كده بنشوف تطبيقاته بإذن الله نلقاكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة باستكمال هذا الجزء شكرا